بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة واحدة حلقات برنامجكم صحتك صروتك الوان المقدمة بتاعت النهاردة هنتكلم عن سير كورونا وهي بقى قصة سير كورونا خلينا أول قبل ما نعرف ايه قصة سير كورونا خلينا نقول برنامج بتاعنا وقلنا قبل كده اكتر من مرة البرنامج بتاعنا من أول ما ظهرت مشكلة كورونا كنا بنعتمد على حيثة ان احنا محتاجين ان احنا نهدل شوية وان احنا متعامل مع مشكلة ديرس كورونا نبدأ عن التوتر وعن القلق وعن الفزع والرب ليه لان خلي بالك هو اللتين ماشيين في نفس الاتجاه انت لما بتبعد عن التوتر والقلق هتعرف ازاي تتعامل مع فيروس كورونا لا قدر الله لو اصبت بيه انما لما تبقى الآن ومفزوع هتتعامل مع فيروس كورونا بالنتيجة العكسية يعني انت ممكن انت اللي بتضر نفسك بنفسك طيب هل لما طلبنا ان احنا نتعامل مع فيروس كورونا بهدوء شوية هل ده كان ليه مرجعية اه ليه مرجعية لان احنا اتفاقنا ان احنا تتكلم على جهاز مناع عايز ترفع كفاءة جهاز مناع بتاعتك خلينا اول بس نبتدي كده شوية اخبار نقولها مع بعضينا وليها علاقة من اول مشكلة فيروس كورونا لما تتكلمنا عن الهدوء مستشفى اينا العام ودي مناسبة دي مستشفى في السعيد والسعيد ده ليه قصة معايا طويلة شوية كانوا بيعملوا اقعباء مع الناس اللي بيبقى عندها اصابة فيروس كورونا كان بيجونهم دكتور نفساني كل يوم ساعتين بيعدوهم في جنينة في طبيعات والاجتماع وابتدي يتكلمهم وده بالنسبة انعكس على نسبة شفاءهم خلي بالكم بنبعد عن التوتر والقلق والهدوء فيروس كورونا فيروس تنفسي انما مش لما يجيلك فيروس كورونا تحس ان انت عندك مصيبة يا جماعة الموضوع بالراحة وبسيط جدا تمام مستشفى الخليفة بيسمعليه عمل حاجة تانية خالص بتاعت شغل موسيقى للناس كله ابتدى يشتغل ان ازاي هديك كله ابتدى يشتغل ازاي يبعدك عن التوتر وعن القلق طيب دي مستشفتين على سبيل المثال مدير مستشفى بصنبل راجل صرحت اخلي بالكم مستشفى بصنبل دي في اسوان مستقبلش حالات بقاله عشر تيام مستشفى الطوت بلقصر بقالها ما يقرب من عشر تيام نفس القصة بناسبة لقصر دي كانت بداية بقرة فيروس كورونا في مصر لم تستقبل حالات كورونا عشر تيام بتأتي الناس تشكك في الارقام اللي بتطلع اه بس الارقام اللي بتطلع دي هي الارقام اللي بتطلعها وزارة الصحة احنا بحكم شغلنا احنا لنا اتصالات في كل مستشفى انا هدي مثالين على مستشفىات انا اتصالت بيهم وروحت لهم بصفة شخصية مستشفى في وسط البلد مستشفى تابع وزارة الصحة اخبر الحالات عندكم ايه قالك الحالات عندنا من يوم الحد اللي فاتي بتاعت تقل بنسبة ملحوظة عشان بس الناس اللي بتيت تشكك اصال الارقام مش مال اه خلي بالك هي نسبة وتناسب لو احنا اتفقنا الارقام اللي بتطلع دي درابها في خمسة بس الارقام ده لما تقل بالتبعية الارقام ده هتقل في المستشفىات والارقام فعلا قلت في المستشفىات حتى المركز القوم المحوث اللي هو عايش مع الفيروس بيقولك فعلا الفيروس ابتدى يضعف ويكمن ابتدى الفيروس ما يبقاش بنفس الشرصة اللي كانت موجودة قبل كده تمام خلي بالكو انا معايا سلايد لو لو الاخراج يجيبوا معايا بس كده نستعرضه مع بعضينا في السريع السلايد ده بيوضح هل الفيروس كورونا الفيروس المرعب اللي احنا نقلق منه اللي يا جماعة السلايد جايز ولا مش جايز حد يرد علي اللي السلايد جاي اه تمام السلايد موجود قدامنا الفيروس اللي السلايد ده بيقوليه بقى حضراته هو بيتكلم على بعض احصيات الوفيات في العالم من يناير 2020 لـ 15 يونيو 2020 خلي بالكو يعني هو مصبت فترة بيتكلم من اول يناير لحد نص ستة بيتكلم على نسبة الوفيات من الامراض المختلفة واذ بينا نفاجأ ان الاجهاض مثلا على سبيل المثال نسبة الوفيات على مستوى العالم 19355 ده من حالات الاجهاض السرطان 3738 التدخين 2775 شرب الكحول 1038 فيروس الإيدز خلي بالكو عامل 765 حوادث السير 614 ألف المالاريا 446 فيروس كورونا 433 ألف يجي بعديه في المؤخرة في نونزل موسمية 221 ألف يعني فيروس كورونا بعد الضجة ضيب بعد كل حاجة نسبة الوفيات فيها على مستوى العالم 433 ألف التدخين بالنسبة 2 مليون طبعا 2 مليون 225 ألف عايز اقول اللي الداتا دي بالنسبة داتا دي مش اكتهاد ده هو المصدر بتاعها حاجة اسمها وورلود ميترز ده هي جهة مختصة ان هي بتعمل سكورينج او بتحسب عدد الوفيات على مستوى العالم وده يؤكد ان فيروس كورونا مش بالبشعة اللي احنا نخاف منها فيروس كورونا مش معنى النهاردة كل شيء نقولي اصلا فيه دول فلان الناس تجري على السيدليات وتبتلك تجيب الدول خلي بالك وكلنا اشتركنا في الفزع والهلع اللي حصل عند الناس وسائل اعلام وسائل التوتر اجتماعي كله اشترك في ان احنا بينا خلاص الناس اللي ايه الحق ده لا قدر لا ده تم اصاب الفيروس كورونا ايه يعني لما يصيب الفيروس كورونا الحاجة التانية اختلع خبر من ثلاثة ايام من المنظمة المسؤولة عن الموضوضة على مستوى العالم بيقولك ان الفيروس ايربورن يعني ايه كلمة ايربورن يعني الفيروس بيتوالد ويتكسر في الهواء وينتقل عن طريق الهواء طبعا ابتدت معرفش بقى هل ده مقصود ولا مش مقصود المواقع الاخبارية المختلفة ابتدت تنزل الخبر ومعرفش برضو ايه الهدف وتكتشف انت لما تخش جوه البحث البحث يتعامل فين بقى اخراج البحث يتعامل جوه طرقة المستشفى وده الطبيعي ان جوه طرقة المستشفى او فقوط الرعاية انك لازم هتلاقي الهواء فيها فيروسات مختلفة من المنظمة فيروس كورونا هو بس الهدف ليه او السؤال هو احنا ليه عايزين نرعب الناس ليه هل انت لما ترعب الناس هل ده يخلي المرض ينحصر ولا يخلي المرض يزيد انا بسؤال بسأله هو انت النهاردة لما تصدر التوتر لناس هل ده في صالح المرض ولا ضد المرض لا هو في صالح المرض ضد مصلحة المريض انت وصلت الناس لمرحلة ان اللي بيصاب بكورونا ده مصيبة سودة وصلت الناس لمرحلة ان اللي بيجيولو بيعطوا صعد صوتين وبيكوحك وكحتين مصيبة سودة وصلت الناس لمرحلة ان الناس بتجرب من بعضيها يا جماعة الفيروس مش طار في الجو كده وبيسمح ومسك مدفع الشاش وبيضرب الفيروسات التانية الفيروس تنفس عادي جدا خلي بالكوا بالمناسبة احنا قاررنا نسبة الوفيات على امراض مختلفة ده بيجي في المرتبة القبل الاخيرة قبل الامراض المنسمية وفيروس تخلي بالكوا اي حد بيموت عنده كورونا وحتى مرض من مرض تاني بان يعتبروا طبع فيروس كورونا انا عايز اقول ايه في الاخر عايز اقول في الاخر ان محتاجين الفترة اللي جاية التباعد الاجتماعي يبقى موجود تباعد عن الزحمة ومناسبة ده في العادي خلي بالكم يعني حتى فيروس كورونا وغير فيروس كورونا بنحتفظ بالكمامات وده برضو ده الطبيعي نقدر نقول ان فيروس كورونا يمكن نطلع منه بحاجة ان احنا يبقى عندنا التوعية او وعي اكتر بالنحية الصحية وبالتالي سر فيروس كورونا هو لسه محدش اكتشفه لانه هو قراء اصرار كتير جدا اصرار ممكن تبقى لها علاقة بالطب اصرار لها علاقة بالصحة اصرار لها علاقة بحاجات تانية بس ارجوك لما يجي لك اي قبر الراك واسقه بالرحة وما يأصرش فيك لان معظم الاقبار دي وراها هدف تانية احنا مش عارفينها